يبدو أن النظام الإيراني قد أدرك أن أسلوب المكابرة على الواقع المرء ونبرة الاستعلاء الساخنة لا تجدي نفعاً في إخفاء ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد على المستويات كافة فأعلن موازنته للعام الجديد والتي كشفت أن اقتصاد البلاد وصل إلى حافة الانهيار 47 مليار دولار هي الكمية الكلية لموازنة عام 2019 أي نحو نصف موازنة عام 2017 انهيار كان أولى ضحاياه كما هو معلن طبعاً قوة النظام الإيراني الضاربة وأداته في هندسة مشروعه التوسعي حيث خفضت مخصصات الجيش والحرس الإيراني وقوات الباسيج بنسبة 50% بعد أن وصلت مدخرات إيران من العملة الصعبة إلى الصفر هذه المعلومات أكدها الرئيس الإيراني حسن روحاني معترفاً أن العقوبات الأمريكية شكلت ضربة قوية على اقتصاد البلاد وبهيئة اليائس البائس يصف تلك العقوبات بالظالمة التي يراد منها تركيع نظامه بحسب تعبيره مجلة نيزا فيسيميا الروسية بينت أن موجتين من عقوبات واشنطن جعلت الإيرانيين قلقين على مستقبلهم الاقتصادي في خضم واقع مترد في جميع نواحي الحياة فشهدت البلاد عام 2018 تظاهرات شعبية واحتجاجات وإضرابات عمالية شملت جميع المدن محاولات النظام الإيراني في امتصاص الغضب الشعبي باءت بالفشل ولم ينجح خطابه التعبوي في شحن عواطف الجماهير وتوجيه غضبها ضد عدوه المفترض أمريكا فعلى العكس تماما الإحساس بالجوع والفقر دفع المتظاهرين الإيرانيين إلى إحراق صور الخميني ونادوا بإسقاط النظام محملينه مسؤولية كل ما جرى وسيجري في قابل الأيام ولعلهم اتفقوا مع سكان المنطقة العربية المكتوية بنار ميليشيات خامنئي عندما أدركوا أن حلم نظامهم التوسعي حول حياتهم إلى كابوس مشؤوم